اهتموا ببشرتكم أخواتي من ناحية اختيار الوصفات المناسبة لها التي تزيل منها الشوائب، التصبغات، التجاعد، البقاع اعملوا وقايا لبشرتكم من التجاعد المستقبلية والكلف بالوصفات الطبيعية المناسبة لكل نوع بشرة والمدومة لها كل امرأة أو بنت على وجه الأرض تتمنى أن تكون عندها بشرة نظرة لهمعة صافية مشدودة مثل بشرة البيبي وصفات اليوم سوف تحقق لكنا ذلك تبعوني أخواتي خطوة خطوة ملعقتين من الزبادي الطبيعي الياغورت الطبيعي دانون ميسوس اللبن الرائب نضيف لها ملعقة ونصف من مسحوق جوز الهند كوكونيك باودر في المغرب يسمونها مسحوق الكوكو تجدونها في المحلات التي تبيع منتجات صنع الحلويات أو في السوبر ماركت اتركوها تتخمر مع بعض لمدة خمس دقائق تقريبا يمكن استعمالها لوحدها أو يمكنكم إضافة ملعقة صغيرة من النشا الكورن فلاور المايزينة إنه ماسك مقشر في نفس الوقت طريقة استعماله نظفوا البشرة من الماكياج أزيلوا منها الرواسب إما بمنزيل الماكياج أو ضعوا بخار خفيف للوجه وطبقوا الخلطة اتركوها على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم أزيلوها بمصاج خفيف بأطراف الأصابع بحكس اتجاه الجاذبية من الأسفل إلى الأعلى طبق على الرقبة على الوجه على اليدين ابتعدوا عن ضائرة العينين ثم أغسلوا البشرة بالماء الدافي وقرروا العملية بالماء البارد ورشوا التونر مثل الماء الورد أو مغلل بابونج أو ماء الأروس أو كلها موجودة في القناة أو استعملوا التونر الخاص بكم ورطبوا بعد ذلك بكريمكم المرطب أو أحد الكريمات لها منها في القناة ترروا هذا المصك يمئيه ويملا تتحصل على نتائج مبهرة بإذن الله هذا الاختيار الأول ننتقل الآن إلى الاختيار الثاني الزبادي الطبيعي ملعقتين نضيف لها ملعقة من دقيقة محبوزات لنعمل بها الكيك والبيتزا والحلويات وليست نشاء الذرة اضيفوا نصف ملعقة من مسحوق دقيق الأرص الرص العادي المتواجد في كل بيت أو البصمة اضحنوه أو اشتروه جاهز مطحون يباع مطحون نعصر على الخلطة إما عصير البرتقال أو اليوسفية أو عصير ليمون حامل المتواجد عندك استعمليه وحسب نوع بشرتك إذا كانت حساسة لا تستعملي عصير ليمون حامل إذا كانت البشرة دهنية بإمكانكم إضافة عصير ليمون حامل إذا كانت البشرة جافة ضيفوا عصير البرتقال إذا كانت البشرة جافة بإمكانكم تدعيم الخلطة بقليل من زيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون أو زيت الورد أو زيت الجليسيرين مسألة الزيوت اختيارية أو زيت جوز الهند تطبق الخلطة على بشرة نظيفة أتركيها لمدة عشرين دقيقة أزليها بلطف بقطنة مبللة بماء دافي أرسلي الوجه بالماء الدافي وكرري العملية بالماء البارد ورشي التونر المتواجد عندك ورطي بالبشر طبيقه يومئه ويملع نتائجه رائعة يمكنكم الاحتفاظ بالخلطة في الثلاجة غطوها ببلاستيك غذائي وأعيدوا استعمالها لثلاث مرات ثم اصنعوا كمية جديدة ننتقل الآن إلى الوصفة الموالية ملعقتين من الزبادي الطبيعي نضيف ربع ملعقة من الكركم الكركم مفتح مذهل للون تأكدوا أنه أصلي وليس مضاف له ملونة ثانية في الدول العربية إذا موجود عندكم الكركم الصافي استعملوه أو استعملوا كركم أعواد اطحانوا بنفسكم أو اشترواه جاهز مطحون ضيفي نصف ملعقة من العسل الصافي الأصلي إذا كان موجود عندك ضيفي هناك أخوات مشتركات في قناتي أو زائرات جديدات للقناة يوجد عندهم العسل من الأفضل أن يضيفناه إذا كان غير متوفر عندك العسل استغني عنه ضيفي ملعقة صغيرة من دقيق الأرس الرس الأبيض العادي اطحاني أو اشتريه جاهز مطحون اختجاري يمكنكم إضافة زيت اللوس لحلو طبقوه على بشرة نظيفة على كل الوجه ابتعدوا عن ضائرة العينين يوضع أيضا على الرقبة على اليدين يمكنكم وضعه حتى على الركب وعلى الأكواع إضافة قليل من عصير لملحة يترك لمدة 20 دقيقة أزيله بلطف بقطنة مبللة بمأدافي مرروها على الوجه حتى يتبلل الماسك تماما ثم ادعوا في إزالاته بفلق بسيط دائري وليس بعنف بالطبطبة بأطراف الأصابع أزيله بالقطنة أغسلوا البشرة بالماء الدافي وكرروا العملية بالماء البارد لقفل المسام رشوا ماء الورد أو مغلل بابونج أو مغلل شاي الأخفاء أو أي نوع تونر متواجد عندكم ثم اضعوا السيروم بعد ذلك اضعوا المرطب الليل اكرر هذا الماسك ثلث مرات في الأسبوع يمكنكم الاحتفاظ به في الثلاجة مغطى ببلاستيك غذائي لثلاث استعمالات ثم اصنعوا كميات جديدة هي اختيارات ووصفات وموسوعة من الخلاطات في قناتي وكل واحدة تستعمل المناسب لها وحسب ميزانيتها والمتواجد في بيتها ونوع بشرتها ننتقل الآن إلى الوصفة الموالية الزبادي الطبيعي نضيف له السكر ملعقتين نضيف له ملعقتين من مسحوق الحليب باودر الحليب كل بلد لها مركة معينة نيدو او مركز ثانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر